أنا لما أجي إلى الأخوات أخوات أنا لما أطالبكم بالعفاف لما أطالبكم بلبس الحجاب على نحو شارعي وعلى نحو صحيح إنما ذلك لكي أحافظ على هاي الجوهرة اللي هي انتين انتين جوهرة هذه رؤيتي الإسلام ينظر إلى المرأة على أنها جوهرة قوارير أنثى تعامل معها معاملة دقيقة رقيقة الحين بتجيبين لي ألف ألف حادث من اللي يصير من المجتمع عدم معاملة المرأة بصورة صحيحة أقول لش هذا بسمهم الدين وليس له أي ارتباط بالدين ولما أؤمن أن انتين جوهرة وأن انتين وردة أخليش في مقام الجوهرة ومقام الوردة والله ما في أحد ياخذ الذهب انتون بنات ياخذون ذهب مالكم ترمونا في الطريق كل من اللي يجيه يطالعه ويشوفه ويدوس عليه أحد يخلي الجواهر ماله في الطريق بدون أن يغطيهم بدون أن يجعلهم في المكان الصحيح بهذه الطريقة احنا نتعامل وياكم وهذا يخلي علينا مسؤولية أنه لا بد أن نروج إلى ثقافتنا بصورة صحيحة وهذا هذه المسؤولية ملقاة على عواتق لأخوات المؤمنات مثل ما ملقاة على عواتق لآباء ملقاة على عواتقنا كخطباء وعلماء كنا مسؤولين عن ترويج الثقافة الصحيحة